الأخ غرم الخثعمي أرجو أن تجيبني بصراحة لو كنت في كربلاء أين كنت ستقف في جانب الحسين أم في جانب يزيد بن معاوية غرم الخثعمي يجيب يقول سؤالك وجيه يا أستاذ أحمد ولن أدعي لنفسي الولاء أكثر من أقارب الإمام الحسين أخوه محمد بن حنفية وابن عمه عبدالله بن عباس ولن أشكك في ولائهم ولن أدعي لنفسي الشجاعة أكثر من زعماء أهل الكوفة الذين دعوه للمبايع ثم خذلوه كما خذلوا أبوه من قبل يقصد أباه يعني وليس يزيد ولا أبوه معاوية أحب إلي من علي بن أبي طالب ومن الحسن والحسين ولا أعلم مسلما إلا على ذلك ولم يكن قميص أثمان الذي رفع وشق عصى المسلمين على حق وليس في استمرار دعوة مظلمة الحسين وشق عصى المسلمين اليوم واتهام كل من خالفك سياسيا بأنهم على نهج بني أمية أي حق أما لو قدر لي ولك أن نكون في ذلك اليوم فالله سبحانه وتعالى أعلم بالحال لكن المهم الآن ماذا نعمل هل نقول هل ما نقول ونفعل يسهم في وحدة المسلمين على دين الله الصحيح أم في ما نقول ونفعل ما يساهم في الغلو في الدين وشق وحدة المسلمين والله الهادي إلى سواء السبيل أحمد الكاتب يسأله سؤال آخر ولو كنت في العراق يا أستاذ غرم الخث عني وجاءت داعش واحتلت البلد وأعلنت الخلافة بالقوة والإرهاب كما فعل يزيد فأين كنت ستقف مع داعش أو مع المقاومة الحسينية ثم أن المسألة ليست مسألة حب لشخص علي والحسن والحسين أو كره لمعاوية ويزيد وقد ذهبوا مع التاريخ وإنما هي مسألة منهج وموقف من ظاهرة مؤسفة ومزمنة ولا تزال موجودة في العالم الإسلامي وهي ظاهرة الاستيلاء على السلطة بالقوة والاستبداد بها من دون الأمة وأنا لا أبكي على مظلمة الحسين ولا أرى في الحديث عن كربلاء شقا لعصى المسلمين ولا أتهم من يخالفني الرأي السياسي بأنه على منهج بني أمية وإنما أقول هناك منهجان مستمران منهج الدكتاتورية والاستبداد والاستيلاء على السلطة بالقوة والوراثة ومنهج الشورى أو الديمقراطية وحق الأمة في اختيار الإمام ومحاسبته ونقده وتغييره غرم الخثعمي يجيب يقول داعش ومن قبلها القاعدة قتلت ودمرت في السعودية بأمر من مموليها وكان جميع السعوديين ضدها طبعا هنا في أعلام تستفهم هل جميع السعوديين إذا من شارك معهم ومن مولهم ومن أعطاهم الدعم والفكر والدعم الإعلامي على أي حال لا أريد أن نناقش هذه النقطة الآن أنقل لكم قوله وكان جميع السعوديين كما يقول غرم ضدها وضد منهجها وضد أي فئة تدعو إلى تقويض الأمن ثم ما علاقة المقاومة العراقية بالحسين إن استدعاء الشعارات المذهبية لا يزيد الطينة إلا بل إن من صنعوا داعش ألبسوها لباسا دينيا لضرب الدين نفسه وشكي صف المسلمين على أسس مذهبية وليس من الحكمة أن نحقق لهم مخططاتهم إن من حقي كل من اعتدى عليه أن يدافع عن نفسه لكن ما علاقة بني أمية وبني هاشم بما نحن فيه اليوم أن القرآن هو من عند الله محفوظ كما نزل على رسول ونحن مطالبون باتباعه فقط ولا داعية لاجترار حوادث التاريخ وتطبيقها على وقعنا اليوم هذا ما قاله غرم الخطعمي أحمد الكاتب يا غرم لم تجبني بصراحة أنا سألتك بدقة ماذا تفعل لو جاء شخص أو جماعة أو حزب وسيطر على البلاد وأعلن نفسه خليفة أو حاكما أو أميرا وطلب من الناس البيعة بالإكراه والخضوع له والاستسلام مثل داعش أو يزيد بن معاوية ماذا كنت ستفعل هل تستسلم وتطيع مكرها وتقول لا نخرج على الأمير إلا إذا كفر بالله كما يقول كثير من الناس الذين يتبعون المنهج الأموي والثقافة الاستسلامية الأموية وفي الحقيقة لا علاقة لنا لا ببني أمية ولا ببني هاشم ولكنهما يعبراني عن منهجين في فهم الإسلام وتأويله وهناك فرق كبير بين ثقافة علي وثقافة معاوية وأسلوبهما في الحكم ولا ينفع أن نقول كما تريد أن تقول إن القرآن محفوظ من عند الله وإننا مطالبون باتباعه فقط فإن الأمويين والعلويين وغيرهم كانوا يقولون بأننا مسلمون ولكنهم يختلفون في فهمهم للإسلام وفي ثقافتهم وأسلوبهم في الحكم كما يتفق المسلمون اليوم جميعا في الالتزام بالإسلام ولكنهم يختلفون بين منهج استبدادي ديكتاتوري وبين منهج ديمقراطي ولو لم يخرج الإمام الحسين على يزيد بن معاوية لستقرت سنة معاوية في التوريث القسري والحكم الاستبدادي واعتقد الناس أن هذا هو الإسلام ولا يوجد فهم آخر له كما ربما تعتقد أنت ويعتقد الوهابيون والسلفيون وبعض أهل السنة بضرورة طاعة الحاكم طاعة مطلقة إلا إذا أمر بمعصية لا يطاع في تلك المعصية أما نظامه العام يجب أن يطاع وجواز استيلائه على السلطة بالقوة والإرهاب وتوريث الحكم لأبنائه وإخوانه والانقلاب على الإسلام كما يحصل الآن في بعض البلاد التي تدعي الإسلام يأتي أمير أو ابن أمير فيقلب الأمور رأسا على عقب ويأمر الناس بطاعته ويطيعه السلفيون وارتكاب ما يشاء من المعاصي والذنوب ومصادرة أموال الناس وحرياتهم وحقوقهم مدام يقيم الصلاة فلا شيء عليه ولا يجوز الخروج عليه كما يقول شيوخ الوهابية في السعودية اليوم في مقابل من يشترط العدالة في الحاكم وضرورة انتخابه من الأمة كما يقول المعتزلة وقسم من أهل السنة والزيدية وقسم كبير من الشيعة سابقا ولاحقا من الذين يتمسكون بالفكر الديمقراطي اليوم وكما تعرف فإن عبدالله بن عمر بايع الحجاج وروا له حديثا لم يعرفه من قبل وهو من مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية غرم الخطعم جوابي على سؤالك يا أستاذ أحمد بصراحة وأمانة حول ماذا ستفعل لو جاء شخص أو حزب أو جماعة مثل داعش أو يزيد وطلب البيعة بالإكراح جوابي هو في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم رقم 49 وفقه هذا الحديث ألا يفضي تغيير المنكر إلى منكر أعظم منه وما أظنك تخالفني في هذا ترجمة نانسي قنقر